المحور الأول المتجات الأدبية وفي المحور الثالث سنصلط الضو على ما يعانيه الصيادين اليمنيين من اعتداءات متكررة من خفر السواحل الأريترية لنتساءل عن موقف الشرعية من ذلك للعام السادس على التوالي لا يزال نحو 180 ألف معلم يمني دون رواتب منذ توقفها في 2016 تسببت الحرف تدمير ألفي مدرسة وذلك أدى لحرمان أكثر من مليوني طالب من العودة لمدارسهم وانعكس الانهيار الاقتصادي على وضع عشرات الآلاف من المعلمين بشكل قلب حياتهم رأساً على عقب سيما وأن غالبيتهم كانوا يعتمدون على الراتب مصدراً وحيداً للمعيشة تحولت حياة أغلب المعلمين من حالة السيطر إلى الانكشاف وباتوا يعتمدون على المساعدات الإغاثية بدرجة رئيسية الأمر الذي تصبح معهم أكثر سوءاً بتأخر أو انقطاع هذه المساعدات على سبيل الكفاح ومقاومة الفقر اضطر الكثير من المعلمين لمزاولة مهن بديلة بعضها لا تليق أبداً بمعلم الأجيال وقدوتهم لكنها ضرورة الحياة والصراع من أجل البقاء حول ذلك سيدور نقاشنا في هذا المحور نبدأ النقاش في هذا المحور لكن بعد أن نتابع سوياً هذا التقرير انقطاع الرواتب في أمانة العاصمة وكذلك يندل لك على وفا ستة شهور نص راتب لا تكفيش قدمنا فيها أكثر من عدة مقال ما حالف نشل حظ لإرازة الله أفتقى هنا قداء المقال في الحرق سيمينت خلطة ونيس هي الميليشية إذن لم تدع للمنيين سبيلاً أو طريقاً للعيش بكرامة في ظل استمرار سيطرتها على صنعاك سماحداً وقطع مرتبات القطاع الحكومي منذ سنوات عبد الحميد شعلان معلم مادة الكيمياء الحيوية وأبو لثمانية أطفال اتجه للعمل بالأجر اليومي بعد أن تقطعت به السبل وتوقف نصف راتبه الذي كان يتقاضاه من أمانة العاصمة خلال فترة عمله عقد ونصف قضاها شعلان في خدمة التدريس لكنها لم تشفع له حيث أصبح يقضي ساعات يومه منتظراً على الرصيف لعله يظفر بفرصة عمل يستطيع من خلالها إعالة أسرته وتوفير ما يحتاجونه أضطر أننا نخرج إلى الحرك بسبب العيش الصعبة والأزمة وانقطع الرواتب بسبب ما فيش رواتب بل محافظة الشمالية أضطر أننا نخرج على أساس نعيش أسرنا واضطر أننا للعمل بل حرك بسبب هذا أو إذا كان في رواتب أو مدارس أن يرقع ندرس عادي طبيعي ولا في أي حاجة بعد يوم شاق يعود عبد الحميد إلى مسكنه على أحد الأرصفة بمدينة عتق متطلعاً إلى يوم جديد أفضل من سابقه لكن يبقى السؤال هنا ما دور السلطات المحلية في استيعاب النازحين من المعلمين في هذه المحافظة في ظل ما تشهده المدارس من نقص حاد في التخصصات العلمية أبو بكر حسن لقناة بلقيس شبوة إذا تابعنا مشاهدين هذا التقرير نذهب الآن لأترحب بضيفنا سينضم إلينا من محافظة تعز سيد ياسين الخليدي معلم نازح إذا أبدأ نقاشي مع ضيفي وأرحب بضيفي أستاذ ياسين بداية سعد الله مساك بكل خير مساك من الله بالخير والعافية أستاذ أحلى سألت شرفنا بلقاكم حياك الله أستاذ ياسين أنت معلم وحالك كحال الكثير من المعلمين اليمنين الذين انقطعت رواتبهم ويعانون بشكل كبير دعنا نأتي إلى البداية منذ متى توقفت رواتبكم في محافظة تعز أو بقية المحافظات إلى الآن لنا تسعى أشهر بدون مرتبات عند الحكومة نعاني الأمرين لتنقطع الرواتب أسرنا لا تملك القوط الضروري فلقأنا إلى أعمال أخرى كي نستطيع أن نوفر حاجات البيت وللأسف زادت طين بله هو العدوان العدوان من قبل الحوثين الذي ظل يحاصرنا ويحاصر قوتنا إلى هذه اللحظة لا نستطيع أن نسافر لا نستطيع أن نأكل لا نستطيع أن نشرب ولا نستطيع أن نملك أي قوط ضروري حتى المعاملة سلبياً داخل المؤسسات الحكومية لأن ما الذي نعمله الآن داخل المؤسسات الحكومية بدون الرواتب نرى الإشجاح لما ينتهي وحصننا فتافة الفتافة ما تقديش إلى طريبة الأبناء أبناؤنا بحاجة إلى الدفاتر الدفاتر الدرزان بيقام بـ 3500 سعر الدرزان 3500 ريال أزيل المدرسية حق الإبن الصغير بـ 10 ألف ريال من الذي سيوفر لنا هذه الإمكانيات إذا كان مرتبي أنا لحد الآن أنا موجه مركزي لمادات التربية الفنية المعدمة التي ليست موجودة أساساً موجودة في الكتب موجودة في المنهج وراتبك 67500 ريال ربما لو حسبناها ستأتي نفقة أحد أبنائك الطلاب نفقته الدراسية والله العظيم ما يجري فلقأتوا إلى بيع البطاط لقأتوا إلى بيع الملابس لقأتوا إلى بيع الأكوات لقأتوا إلى عمل اللحان لقأتوا إلى عدة حرف كي أنقذ أطفاله يعني فساد مسؤول داخل مؤسسة حقومية لا يستطيع أن يوفر راتبك كيف أستطيع أن أعمل مع مؤسسة حقومية لا تفي بحاجات وممتلكات وإشباع خود أبنائهم لذا نرجى إلى الأعمال الحر وتركنا الوظيفة لهؤلاء الفاسدين الذين إن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يهلكهم وهو مهلكهم فعلا وهو مهلكهم وتوعدهم فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالفصاد مهما فساد الإنسان لا بد أن يرتصد بالفساد حقه وربه سوف يعقبه سواء اليوم أو بعد اليوم ونحن ننتظر الفرق من الله سبحانه وتعالى ولا نسأل أحدا الحافع ما نسأل إلا من الله سبحانه وتعالى أن يعزنا وأن يعطينا وأن يكرمنا وأن يرزقنا هوان لهؤلاء الشر المه هوان لهؤلاء الفاسدين هوان لهؤلاء التغاه الذين ليس لهم مبدأ وليس لهم دين وليس لهم حرية وليس لهم كلامة عصابة طيب أستاذ ياسين يعني استبشرتم خيرا قبل تسعة أشهر لما جاءت الرواتب نعم أستاذ ياسين قبل ما تنقطع الرواتب منذ تسعة أشهر يعني أنتم استبشرتم خير أنه العملية بدأت تنتظم نوعا ما وأن الشرعية يعني بدأت ترتيب هذا الوابع وهناك صرف للمرتبات لكن ما قبل هذه الفترة يعني أنتم اليوم تعانون بسبب أنه ما فيش مرتبات لكن قبل ما الشرعية بدأت صرف المرتبات يعني منذ 2016 أو منذ 2015 يعني كما يقولوا أنه الرواتب منقطعة يعني كيف عشتم تلك الفترة كيف عشتم تلك الفترة إلى أن عاودت الحكومة صرف المرتبات وقطعتها أيضا والله نفس الله ما مره واحد بالشيف واحد بالشكين نعم يعني أليس لين يقتلون ليس للمعلم كرامة المعلم في دول العالم مكرم نعم في دول العالم المعلم له قيمة وله حرية وله رواتب في معنا هنا موظفين تقاعدوا هناك بدول أوروبا تقاعدوا والآن يستلموا بالدولار يصلهم للراتب حقاهم إلى هنا نحن معنا خدمة مدنية للأسف للأسف الشديد معنا خدمة مدنية متخصصة بشيئين فقط نعم أنت عارب أشيئين هذين؟ والإجازة والخصم راتب قدوم معي يقفيش وعادوا في القضاء إيش يخصموا لكن هل فكرت الخدمة المدنية أن ترفع المدرسين؟ إذا كنت أنا في هذه الحالة ما حصلتش على طبيعة عمل ولا حصلت على بدل تسكين ولا حصلت على تسوية وزملائي جملائي جملائي اللي تخرجتونه هم في سنواز السنة في ثلاثة وتسعين للجامعة وثمانية وثمانين في دبلوم المعلمين وقمت وأنا أريد أن أكون شخص منظم شخص وطني شخص عادة قلت لابد أن أعمل عش مساولة راتبين فرقعونا من ثلاثة وتسعين رقعونا لا سبعة وسبعين يعني كأننا شاقي يديد يعني حرمونا هذه الفترات ولا حتى الآن لم نحصل على مرتبات كافية مرتب كام؟ سبعة وستين ألو وخمسمائة ريال زميل اللي تخرجتونه سواء بدونهم المعلمين يستلم مئة ألف أين دور الخدمة المدنية هذين؟ أين دور الخدمة المدنية؟ هل يسمعونا؟ إذا هم يسمعونا؟ أم أنهم كالبهائم صمموا بك من لا يسمعون علىهم أن يعوو يعوو ويفهموا دورهم في هذه البلاد الذي لا يستطيع أن يدير والذي لا يستطيع أن يعطي للمعلم حقوقه فعليه أن يرحل من مكانه فعليه أن يترك الكرسي لمن سوف يعمل من أجل هذا المواطن من أجل هذا الموضف يالنا استحولوا استحولوا ما ليه بهذه الطمب المعلمين بهذه الطمب الموجين أنا موجه ألا بقل لي 4 سنوات بتقاعد وراتبين هذين 67500 استحولوا ما ليه يعني متى سوف نعين الناس يتقدمون أستاذ ياسي كالربا في عونكم يلقى نظر للصومال نظر للحبشة أتطورت الحبشة والصومال نعم أستاذ ياسي 67000 67000 إذا ما حسبنا 67000 نظروا للحبشة والصومة لحد الآن مطورين وحنا متطورناش الصرف المئة الدولار يصل إلى 100000 ريال يعني بمعنى الراتب اليوم الذي تتقاضاه أنت لا يتقاضى 60 دولار ومع ذلك لا يصرف واقع مأساوي بالفعل لكن أستاذ ياسي المشكلة اليوم يعني كان المعلمين أو الكثير من المعلمين استبشروا خيرا بأن الشرعية بدأت بالانتظام بصرف مرتبات المعلمين من ثم حدث انقطاع لهذه المرتبات أنتم في تعز المشكلة في أين هل أن الدولة يعني أخلت بانتزاماتها بصرف هذه المرتبات أم أنه هناك فساد منظم على مستوى المحافظة والله إن الفساد منظم فساد موجود في شتى مرافق الدولة وبداية الثورة عندما بدأت الثورة في واحد عشرين في 11 فبراير في 11 فبراير بدأوا الفاسدين بالمرافق الحكومية يتهاربون ويختفون ويخافون من الثوار نعم ليش؟ على أساس ما يصاد ما يصادوهمش على أساس ما يبينوش عيوبهم نعم نعم تفضل لكن حاولوا حاولوا ويحاولوا أن يدمروا هذا الشعب أن يدمروا هذا المعلم لكن هيهات هيهات المعلم دائماً سخرة قوية دائماً سخرة صلبة في وجه كل فاسد والويل والويل والعار لكل فاسد داخل حكومتنا داخل مكاتبنا لابد أن تنظف المكاتب لابد أن تنظف يرجع في بعنا على مستوى الإدارة مثلاً العام يمكنناك موجه مركزي لمادة التربية الفنية اللي بعده يجب لك موجه فأين الضبط الإداري؟ أين النيابة التي تحقق لهم؟ ماذا يخلوا بالأوامر حقهم؟ لماذا يخلوا بحقهم التقارير؟ لماذا يلعبوا بحقهم الأوراق؟ ما فيه محاسبة طيب لو فيه محاسبة نحن فيه نعمة أستاذ ياسين أنت عندما حدثتنا عن وضعك أنك أستاذ وأيضاً موجه تربوي ومقامك عالي لدينا ولدى الأجيال التي تخرجت والتي تعرفك أستاذ ومربي فاضل ولكن لجأت لي العمل بمهنة أخرى وهي الضرورة التي اقتضت ذلك وعانيت معاناة كبيرة نتسأل هنا هل هناك معلمين أنت تعرفهم يعني يعيشون نفس الواقع هذا وربما أسوأ من ذلك صف لنا لو وجدت لديك بعض القصص والله العظيم فيه معلمين كثير كثر معلمين في حالة مأساوية جدا منهم من قن ومنهم من لحد الآن يعاني معنا زملاء التقينا زمان في الثمانينات ولحد الآن مكافحين مطهر الشرقبي والأستاذ برضو عصام المطري والأستاذ أمين الغذيفي والأستاذ كم حد والأستاذ عبد المهيوب والأستاذ كثيرين كثيرين كمحدد ناس يعانوا واللي يشتغل بالصبة واللي يشتغل بالحجارة واللي يشتغل بالنجارة واللي يشتغل بالكهرباء واللي يشتغل بالبلاث لكن أمرهم لله أمرهم لله هؤلاء الباسدين الذين يكونون أقواتنا وأقوات أبنائنا من أجل مصالحهم من أجل أن يعتلون لكن هيهات أن يعتلون والشعب لهم بالمرصاد الأحرار لهم بالمرصاد الرجال الشرفاء والنزهاء لهم بالمرصاد لا بد أن ينتهون مهما عملون وأن الأرض يرثها عبادية صالحون طيب أستاذ ياسين هنا قبل أن نختم حديثنا معك رسالة توضي قولها من خلال البرنامج وتوجيهها من خلال هذا البرنامج رسالتي لوزير التربية لرئيس الجمهورية لرئيس الوزراء للمدراء الذين يعملون على إدارتنا أقول لهم اتقوا الله في الموظفين راقبوا الله الموظفين لا تأكلوا السحط لا تأكلوا الحرام لا تأكلوا حق الضعظة والمساكين من أجل إشباع بطونكم من أجل اعتلاء مراقدكم من أجل حيالكم اتقوا الله في الموظف في المعلم في التربوين في الإدارين في السكرتير لا بد أن ننهض بهذه البلاد من خلال التعليم لو لا التعليم ما بنية الأمم ما تخرق الدكتور ما تخرق الطيار ما تخرق المهندس من هذا المعلم لا بد أن يكون المعلم هو القدوة الحسنة لكل الأجيال المعلم لا بد أن يكون السخرة القوية ضد كل من تسؤل له نفسه المساس بحقوقه وفقكم الله وقزاكم الله خير شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين ونتمنى لبلادنا الخير والغفاء إن شاء الله إن شاء الله ونتمنى ربنا أن يصلح حالكم وكان الله في عونكم أستاذ ياسين الخليدي كنت معنا من تعز أحد المعلمين الذين يعانون بشكل كبير بسبب هذا الوضع وسبب هذا الخذلان الذي يتعرضون له من قبل الحكومة الشرعية إذن شكرا جزيلا لضيفي ومشاهدين سننتقل الآن إلى محورنا التالي بوسع إلقاء الدعابات وسط الخراب أو إحراق مخطوطات المشاريع المستقبلية والتفرغ لتندر من لم يعد لديه ما يخسره أعترف أنني بالغت الأيام الأخيرة في الدراما لكن الناس وصلوا إلى مرحلة التشبع ولم تعد لديهم طاقة لاحتمال أي رثائيات نص كثيف للكاتب الساخر محمود ياسين لربما يعكس الحالة التي وصل إليها أو الحالة التي وصل إليها الكاتب والكثير من الكتاب والأدباء في اليمن ككل شيء في اليمن ألقت الحرب بظلالها على الأدب وانعكس ذلك بشكل ملحوظ على المنتجات الأدبية بمختلف أنواعها وأدواتها كيف تأثر الأدب اليمني بالحرب وإلى أي مادة نعكس ذلك على منتجاتهم شعراً ونثراً نناقج ذلك بعد أن نشاهد سوياً هذه المادة المعلوماتية ترجمة نانسي قنقر إذن تابعنا مشاهدين هذه المادة المعلوماتية وسيكون ضيفنا في هذه الحلقة الروائية الأديبة فكرية شحرة أرحب بضيفتنا إذن أستاذة فكرية بدايةنا سعد الله مسائك بكل خير مساءك خير إذن اليوم نتحدث سيدة فكرية عن واقع الكتاب والكثير من الروائيين وكيف أثرت الحرب على هذا المجال ونتسأل من هو الراوي أو الراوية وما الفرق بين القاص والراوي بسم الله الرحمن الرحيم على عدد غير محدد من الشخصية الرئيسية وأخرى تانوية مرتبطة بالرئيسية تظهر وتختفين بين حين وآخر يطلق على كاتب الرواية بسم الرواية لأنه ربما يستغرق وقتاً طويلاً بكتابة الرواية ويبني ويبني الذروة التي يراها مناسبة من خلال السرد والحبكة والسلبوني في البناء ويستخدم الداعو في ربط الأحداث التي يبني الرواية يمكن أن تصنف الرواية أيضاً تاريخية عطتية دينية روايات غموض خيال علمي تعددت أنواع الرواية نعم لكن كيف سيدة فكرية كيف تتولد فكرة القصة أو الرواية لدى الكاتب بعتقالي لأن الرواية تأخذ هي عمل بعكس القصة القصيرة القصة القصيرة نص صغير يمكن أن يكون مشهد لقطة وكما وصفته الكاتبات شيلية الليندي في رواية بولا أنه سهل إطلاق سهل هذه القصة القصيرة يعني مشهد صغير معبر قد لا يستغرق عدة أسطر يعني في حدود معينة للقصة القصيرة أما الرواية لأنها عمل آدبي يمتد الفترة طويلة قد تكون سنوات نعم فالكاتب حين يضع فكرة الرواية قد يكون يعمل يعمل خطة الرواية من وإلى الشخص الفكرة التي يدور حولها الحبكة عمل هي عمل بعكس القصة التي هي تكون مشهد بسيط ناتك عن الإلهام أو الإبداع قد يكون منظر في الشارع نعم يعني أوحاله بالقصة القصيرة سيدة فكريا شحرة يعني فيما يتعلق بعض الكتاب يعني ربما ملاحظة مؤخرة أنه زادت شوية حبتين يعني موضوع أنه كثروا عدد الروائيين فهل يعني من خلال متابعتك أنت كروائية وكاتبة تنطبق فيهم في هؤلاء الأشخاص مواصفات الروائي أو الألقاص إذا ما تابعنا المنتوجات الكثيرة التي يعني بين فترة وأخرى نسمع عن فلان أصدر رواية وفلان أصدر كتاب ومن هذا القبيل فعلا مؤخرا يعني في كثافة في الانتاج الأدبي في الساحة اليمنية بشكل ملاحظ لكن لا نستطيع أن نقلم من إنتاج أحد أو تجربة أحد في الكتابة نعم لكن نعزو لهذه الكثافة إلى أسباب ومنها والأهم أنه استعجال الكاتب والأديب على الإخراج ما في داخل والتعبير دون أن ينتظر نضوج التجربة ما عرفوا أنه أدباء الكبار لم يكتبوا الرواية إلا وقد تجاوزوا الأربعين وغالبيتهم يعني توجه التجارب لكن الحاصل في الشباب في هذه الأيام استعجال شديد لرؤية المولودة الأول لكنه ليس من باب التقليل سيدة فكريا شحرة يعني ليس من باب التقليل وإنما ما هو واقع هل تنطبق يعني هناك معايير مهنية هل تنطبق بما يعني حاصل من المنتجات مؤخرا؟ أنا لم أقرأ كل شيء حتى أقول لكن كثير من الشباب يعني أعطوني أعمالهم لنظر فيها الحقيقة توجد أعمال جيدة والأعمال التي فيها قصور قصور بسيطة يمكن لو صبر الأديب على عمل حتى ينضج أنا عادة وأنا أعتبر نفسي أكتب منذ نعمة يعني أضع فترة بين فترة حتى أعود للرواية أعود للقصة نعم أنظر إليها بشكل مختلف كل مرة الصبر حتى في عمل في الكتابة نعم طيب سيدة فكريا يعني إلى أي مدى انعكست ظروف الحرب على الإنتاج الأدبي وهل تكون لدينا ما يمكن تسميته أدب الحرب طبعا حدثت طفرة هذه الفترة فترة الحرب هذه السنوات الأخيرة لأني أعتقد أن كل كاتب وصاحب قلم يريد إخراج ما في داخله يريد تسبيل الواقع كما يراه حقيقة كل كاتب يرون قصة من وجهة نظره بحسب الإجلوجيا التي ينتمي لها وهذا خطأ يجب أن نكون حيادين في كتابة التاريخ وفي كتابة معاناة الناس وبغض النظر عن الروايات التي يمكن أن تحكي ما يحدث من قصص عابرة أما نكتبه من رواية تاريخية يجب أن يكتب بمستقرية بقدر المستقع وأن لا نتحيز طيب يعني ما يكتب اليوم هل يعبر عن روايات أم قصص سيدة فكريا القصة هي رواية بس بشكل يعني الرواية هي مطولة الغالبية هي تحدث قصة فيعمل الكاتب على تطويلها لتكون رواية لأنه أعتقد أن كتابة القصة أصعب من كتابة الرواية نعم طيب يعني إلى أي مدى سيدة فكريا يعني يمكن اعتبار الجوائز دليل على امتياز إبداعي لدى البعض أنا لا أعتبرها دليل لأنه هناك روايات عظيمة جدا لم تفض نعم وروايات يعني استحقت استحقت الجائزة لا تعتبر الجائزة المحن طيب سيدة فكريا يعني في نهاية حديثنا معك يعني رسالة تودي توجيهها إلى الكثير من القاصين والكتاب وأيضا القراء بالنسبة للأدباء الشباب أعتقد أن أفضل ما يمكن أن ينصح به الشاب الأديب والأديبة هي أن يقرأ يقرأ قبل أن يبدأ في كتابة القراءة تتيح له فرصة لمعرفة الأساليب واللغة والحبكة خبرة هذا تعتبر كتاب خبرات في الكتابة قبل أن يخرج العمل هذا يحسب عليه نعم إذن شكرا جزيلا لك سيدة فكريا شحرة كاتبة وأديبة يمنية كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك وننتقل مشاهدين لمناقشة محورنا الثالث قبل يومين فوجئ صيادون يمنيون كانوا في المياه الإقليمية اليمنية قبالة جزيرة حنيش في البحر الأحمر بدورية عسكرية تتبع خفر السواحل الأريتيري تفتح عليهم النار بشكل مباشر أسفر الاعتداء الذي جرى على بعد أربعة أميال من الأرخبين اليمني عن مقتل أو عن مقتل ما يقارب خمسة مقتل شخص وإصابة خمسة عشر شخص في جروح متفاوتة هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة اعتداءات متكررة بحق الصيادين اليمنيين الذين يتعرضون في حالات كثيرة للانتهاك داخل المياه الإقليمية اليمنية على يد القوات أو خفر السواحل الأريتيري عمليات أقل ما يمكن أن توصف بأنها قرصنة وانتهاك للقانون الدولي الإنسان يحدث ذلك على مرأة من التحالف والشرعية الذين لا يبدون أو لا يبدون مهتمين بأمن المياه اليمنية فضلا عن الصياد اليمني إذن نتسأل لماذا تتكرر هذه الاعتداءات وما الذي يجب على الحكومة فعله للحد منها والحماية للصيادين اليمنيين خصوصا أن هذه الانتهاكات متكررة منذ سنوات سابقة ثم أين قوات خفر السواحل التي يتحدث البعض عن إعادة تأهيلها وتواجدها في المياه الإقليبية اليمنية نناقش كل ذلك بعد أن نشاهد سويا مشاهدين هذا الاستطلاع أنا أعتبر هذا الانتهاك يعني سببه هو الموقف موقف الحكومة الشرعية الهزير والدوال ذات العلاقة باليمن في هذه المرحلة الحارقة وهي الدول التحالف العربي المسؤولة على السيادة اليمنية هم لا يقدمون شيء اليمن إنما بسطوا على تلك السواحل ولا يتكلمون لما يتعرض له اليمن في هذه المرحلة معروف أن الحكومة الشرعية لا تمتلك الجيش القادر على المقاومة في هذه المرحلة لا تمتلك الأمن القادر على الدفاع لا يوجد إمكانيات وتحديث في وسائل حماية الصيادين هذه الانتهاكات لن تكون الأخيرة ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة يجب على الحكومة الشرعية أن تتحرك عبر قنوات المجتمع الدولي لحماية سواحلها وحماية صياديها من الانتهاكات المستمرة يجب حقيقة على الحكومة اليمنية أن تدرك أن الانتهاكات هذه إذا استمرت هكذا فهي تموس بسيادة البلد ولا يبدل القيام على الحكومة الشرعية والتحالف العربي أن يؤمن الموانئ ويؤمن المطارات ويؤمن كل مكان في اليمن تأمنا كاملا وهو مسؤول عنه أولا وأخيرا المطلب من حكومة الشرعية أن تحافظ على سيادتها الوطنية وأن تقوم بدورها بحمية المياه الإقليمية اليمنية والصيادين فقدان السيادة هو ما قال حكومة الشرعية تكون عدة قوات في الساحل وفي تعز وفي عدن نحن نطالب حكومة الشرعية أن تستعيد سيادتها وأن تحافظ على المياه الأقليمية اليمنية من كل الاعتداءات الخارقية هذا واجب على حكومة الشرعية الوقوف بحزم وجد أمام الصيادين اليمنيين وحمايتهم من الاعتداءات الارتيلية التي يحصل عليها كل حين والآخر وهناك تهاون على السواحل وهناك الضروري على حكومة الشرعية الوقوف بجد أمام من تسول نفسه في الاعتداءات على سواحلنا أو المساس بها طبعا أرى أن الحكومة اليمنية لا تستطيع فعل شيء بحكم أن الحكومة اليمنية مقيدة بكثير من القيود ولكن بإمكانها أن تنسيق مع القانب الارتيري من أجل الضغط على ما يتعرض لها الصيادون لعمل ما يمكن يعني من قرر التنسيق أما من حيث أنها تستطيع أن تضغط أو تفعل شيء كجانب إجرائي لا تستطيع اعتداءات متكررة على الصيادين اليمنيين في جميع السواحل اليمنية نتسأل نذهب لترحيب بضيفنا سينضم لنا الناشطة المجتمع يوسف مدحدة إذن أرحب بضيفي أهلاً وسهلاً ومرحبا أهلاً بك سيد يوسف بداية أسعد الله مساكو كل خير أسعد الله مساكو أستاذ الشاقي نقيب وشكراً على استطافتكم في هذه اللحظات الحالية لليمن جاء حياك الله وحديدة بشكل خاص حياك الله يعني نتحدث الذي يعني ربما معاناته طويلة يعني نتحدث عن ما يقارب 15 عاماً من الانتهاكات التي يتعرض لها الصياد اليمني خصوصاً في تهامة على يد القوات الأريتيرية تغيرت حكومات وتغيرت أنظمة وما زال الحال كما هو عليه هناك قصص كثيرة نسمعها يعني محتجزين بداخل أريتيريا يستغلهم بأعمال شاقة غير الاعتداءات التي تحدث ما يتعرض له الصيادون عبر السنوات الماضية وحالياً هو سلسلة من الاعتداءات لدول القوار ما يعني نستطيع أن نفسر أنه لا يوجد هناك دولة تهتم ب مواطنيها ذلك الاهتمام كما أن هناك دول تحافظ على رجالها وصياديها وعمالها في كل دول العالم لهم كرامتهم ولهم إنسانيتهم ولهم حريتهم إلا في اليمن نجد أن هناك اعتداءات متكررة بل وصل الحج إلى درجة القتل والتنكيل والتشريد ما يحصل من البحرية الارتيرية من مصادرة قلبات الصيادين وقواربهم هناك العشرات في سجون السجون الارتيرية بل البعض يعاملونهم بشدة مما يجعلونهم في سجونهم يبنون لهم العمائر بأعمال شاقة يجعلونهم في المزارع يعني كل الأعمال الشاقة يعملها صيادون بناء على إهانة الكرام سيد يوسف حتى أنه في كثير من الأمور عندما تأتي السلطات الأارتيرية للإفراج عن الصيادين اليمنيين يحدث ذلك طوعيا بمعنى تصل بعض الدفعات من الصيادين العائدين أعتقد أنه لا يوجد أي تنسيق ولا أي متابعة فقط ويحدث أحيانا تكرما من الجانب الأارتيري وبإطلاق صراحيا بمعنى لا يوجد أي اهتمام أو متابعة من قبل الدولة كانت تحصل بعض التنسيقات من رجالة الدولة من هم مهتمون بالقانب تحمل المسؤولية وكانت تحصل هماك الإفراج لبعض الصيادين لكن هذا كان يحصل نادرا ما يحصل للصيادين اليمنيين في بالقانب بالذات القانب الارتيري المحاذد لنا هو انتهاك لكرامة الإنسان الذي يسعى إلى رزقه يعني تصور أنه هناك مجموعة من الصيادين يعملون في مياهنا وقريبا من الممر الدولي لا يبعدون سوى خمسة ميل أو خمسة ميل بحري عن قزيرة حنيش لكن معظم الصيادين يعرفون أن الحدود البحرية لا يوجد صياد إلا وهو يعرف أن هناك حدود بحرية لكن يتجاوزوها لأسباب عدة منها الوضع الحاصل في اليمن وأصبحت المنطقة البحرية منطقة مواجهات خاصة معنا ومع المليشيات الحوثية فأصبح الصياد يبحث عن مصدر رزقه ولو في الأماكن الخطرة نعم سيد يوسف أيضا من بعض القصص التي سمعناها من بعض الصيادين في فترات سابقة بأن الصياد الأريتيري يدخل على المياه الإقليمية اليمنية ويصطاد كما يشاء دون أي محاسبة أو أي رقابة حتى أن بعضهم يأتي لميناء الإنزال ويقوم ببيع بضاعته وعرضها ولا توجد أي رقابة عليه بينما اليمن إذا مقترب قليلا من جزيرة حنيشة التي هي جزيرة يمنية في الأساس يتم الاعتداء عليه هذا من شر البلية التي شر البلية ما يضحك أن يكون اليمني مطارد أو محاسب على مشه وعلى خطواته وعلى تجاوزه في بعض الأماكن وبالمقابل أن يأتي الطرف الثاني ويكون يمشي بكرامته ثم أو ربما بالتنصيق معاقهات غير معروفة مثلا ويأتي بضاعته نعم جهات نافذة يعني ربما تكون جهات نافذة تستغل هذا الوضع إذا كان حدك من أصبح البحر ممر للتهريب بكل أنواعها نعم طيب يعني هناك حديث عن أنه معنا قوات خفر سواحل وأنه تم تجهيزها مؤخرا ويعني الأمر كما يتحدثون بأن الوضع تحت السيطرة وبالتالي لا نجد أي حماية لصياد اليمني يعني اعتداءات متكررة آخرها ما حدث منذ يومين ولا وجود لقوات خفر السواحل التي يتحدثون عنها بأنها مجهزة بكامر الاستعداد من يقول من يقول خفر السواحل هو العميد زحزوح المعروف باتهاميته والمعروف بشقاعته والمعروف ب يعني انتماؤه لهذا الوطن انتماؤه للأرض اليمنية لا نظن أنه أو أقصد أنه بعيدا عن شخصية الرجل يعني ما الذي فعله في سبيل حماية الصيادين أبناء تهامة الرجل إلى الآن هو مسؤول خفر السواحل لكن يظهر أن في صلاحيات محدودة وأرى أن الرجل يستطيع في القادم أن يبني هذه المؤسسة وهم خفر السواحل ويعمل بجهد كما سمعنا من بعض الضباط الذين يعملون في خفر السواحل فنحن لا ننكر تهامية الرجل ولا ننكر شقاعته ولا ننكر قيادته لكن نتمنى ونناشد أن لا تتكرر أي اعتداءات أو أي ما يمس كرامة الإنسان سواء من الصيادين أو من المسافرين أو من يعمل في البحر لابد أن تكون هناك حماية و الآن وعبركم وعبر قناتكم نناشد العميد زحزوح إلى نناشده أن يهتم وأن يتحمل الأمانة وأن لا يفرط فيها لأن كل من فرط في الأمانة سيأتي يوم وينتهي كما انتهى سابقه كما نناشد وزارة الدفاع والبحرية اليمنية بالقيام بواجباتهم وإلى الآن وإلى الآن لم نرى من وزارة الخارجية أي انتقاد أو أي إدانة لهذه الحادثة أو لسابقاتها وهذا يعتبر جزء من نكران السيادة أو التخاذل عنها وهم مسؤولون عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى ربما لو كنا لاحظنا هذا الخذلان يعني حدث في فترة وجيزة أو في فترة مؤخرة ولكن يعني لم نسمع لهم صوت منذ سنوات وبالتالي هذا أمر كارثي بمعنى أن أن تكون الدولة بكامل مؤسساتها متغاضية عن ما يحدث لمواطنين يمنيين يجب أن تحفظ كرامتهم في المياه الإقليمية اليمنية إذن نتساءل هنا سؤال أخير سيد يوسف يعني الصيادين لماذا لا يكون لهم تحرك واحتجاج واضح مظاهرات ضغط في هذا الجانب حتى يلتفتوا لهم ويشعروا بوضعهم الصيادين مثلهم مثل جميع الشرائح اليمنية الذين يتعرضون للانتهاكات في أكثر من منفذ يمني وهم يستطيعون أن يصنعوا إذا أرادوا أن يغيروا أو إذا أرادوا أن يرفعوا صوتهم يستطيعون لكن لا يجب السكوت في مثل هذه الحالات اليوم يتعرض المنوبي الذي قارب محمد سعيد المنوبي الذي قتل ذلك الطفل وهو على ذلك القارب مع جرح أربعة وهم يبحثون عن مصدر رزقهم في الأماكن الخطرة فإذا لم يقفوا صفا واحدا ويرفعون صوتهم ويطالبون بحقوقهم وحمايتهم فستعرضون إلى أكثر من ذلك وسيكون هناك خذلان من أكثر من جهة وسيكون الضحية ذلك المواطن الفقير الكادح نعم إذن الناشطة المجتمعي يوسف مدهدح كنت معنا عبر القمار الصناعية شكرا جزيلا لك ونكتفي مشاهدين بهذا القدر أشكر جميع ضيوفي وأشكركم أنتم على حسن الصغاء والمتابعة في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل ودي عطا وهي من جميع الطاقة من العمل حتى الملتقى في أمان الله ورعاه اشتركوا في القناة